بمناسبة إطلاق المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية أكدت سمو الشيخ فاطمة بنتنبارة كم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة أن التعاون الأخوي الحثيث بين دول مجلس التعاون الخليجي أعظم سر في ازدهار حضارتنا الخليجية واستمرار تقدمها مشيرة سموها إلى أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب الإمارات 2024 تمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على تطور الرياضة الخليجية وطموحاتها